مغير أكل وشرب يعني ما هي دي بقى المعجزة عشان كده دخل جانيس ويرد ريكوردز ان هو طار 13500 كيلو متر متواصلين من ولاية ألاسكا في الولايات المتحدة الأمريكية لجزيرة تيزمانيا في جنوب أستراليا فقدر يعمل ده فقدر حاجة كانت تعجب منها طبعا كل الناس وخلي بقى دلوقتي التكنولوجين هم حطولوا زي سنسر أو حاجة عشان يتتبعوا شريحة اه زي شريحة كده صغيرة يرى عشان يعرفوا خط سيره كان عمل ازاي وانه هو طار كم ساعة وانه هو عمل ايه كمان في بعض العلماء لما احتاروا في الموضوع قالوا انه هو كان ممكن في الرحلة دي هو فقد نص وزنه فيها بس هو عادي يعني صباح الفل كان قصد انه هو لا مش عادي يخس يخس نص وزنه ده يعرضوا لخطر انه يموت او حاجة بس لا احصلوش اي حاجة وسبحان الله يعني الواحد بيشوف كده معجزات فتخيل من غير راحة او من غير مين غير شرب من غير اي حاجة طائر يقدر يحطم الرقم القياسي طائر الفورس جامب ده او لا او عادي يطير او انا بقى الخبار اللي معايا عن سيدة في ولاية فرجينيا الغربية لقيت محفظتها بعد خمسين سنة مضيعاها خمسين سنة ولقيتها بقى دلوقتي الستي دي ضيعت المحفظة بتاعتها وهي طالبة في المدرسة في سنة الف تسعمائة 68 لما كان عندها 16 سنة وساعتها لما ضيعتها في المدرسة قالت ان مستحيل تلاقيها تاني وده كان طبيعي ان هي مستحيل تلاقيها تاني بعد خمسين سنة والمسؤولين بقى اللي اكتشفوا وجود المحفظة هم كانوا بيعملوا تجديدات للمدرسة ولما ابتدوا يهدوا حاجات ويحركوا حاجات من مكانها لقوا المحفظة بتاعت الستي دي وكان فيها أوراق مكتوب عليها اسمها يعني فدوروا عليها على الفيسبوك ولقوها بالفعل خلال يومين لقوا الستي دي ورجعوا لها المحفظة بتاعتها وهي كانت في منتهى السعادة لان كان فيها بعد مرور اربعة وخمسين سنة من ان هي فقدة المحفظة ولقيتها تاني وكان جواها بقى صور متقسقسة صغيرة وذكريات وحاجات عد عليها تقريبا نص قر اقلت فيها فلوس؟ الواحد بيبسط للمفلسة رجعت له عشان كده رجعت يعني فايه بقى كتت مبسوطة قوي بموضوع ان المحفظة بتاعتها رجعت بعد اربعة وخمسين سنة علشان الزكريات اللي كتت موجودة فيها نزيزة عندك خبر انترناشنال برضو؟ الخبر بتاعي برضو انترناشنال برضو من امريكا وانتو اكيد لو بتتبعوا الاخبار بقى لنا فترة طويلة جدا بسبب التغيير المناخي والكلام ده كله امريكا بتمر بفترة جو غير مفهومة اوه ذي حقيقة يعني مثلا في ولاية فلوريدا مثلا وفلوريدا دي في الواست كوست يعني الواست كوست عمتا في امريكا في الحتة دي دايما جواه حلو مش جوه شبهنا يعني جوه مظبوط على مدار العام بس في الايام دي الجوه مش مظبوط تماما فبيحصل بقى ايه عندهم بتمطر سحالي اوه يعني ايه بتمطر سحالي بقى اوه عندهم هناك في المنطقة دي فيه السحلية الشهيرة جدا اللي هي الاجوانة عارفين الاجوانة اوه طبعا اللي هي بتغير لونها دي زي كنت بتربيها اه 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 انا كنت مربيها برضا في الامارات بس مش هنا بس هي جميلة على فكرة الاجوانة دي وبتلون الالوانها جميلة بتلون اي لون تحطيها فهما طبعا بسبب الجو كده فبيطلعوا في حياتة معينة كده في الشجرة وبتاعه ويكنوا فيها بس عشان الجو والاعصار والكلام ده كله فبيروحوا مع الاريح وبتاعه يروحوا فبيروحوا واعين كلهم فتلاقيها تحس انها بتمطر اه سحالي غريبة جدا انت ما انت ماشي بقى وتلاقي بقى ايه ده الدنيا بتمطر سحالي لأ هو ده ده رعب يعني ده الموضوع بحبوهم مشكلهم حلو بس مش يمطروا علي وفي خبر تاني هو برا السياق الاخبار بس اريتو برضو وحابب لانا اقوله عشان هو دهيقني من ساعة ما اريتو قالك اليابان عندها مشكلة من 2018 ايه بقى المشكلة حضرتك وحضرتك ان اليابان من سنة 2018 والنينجا عندهم بيقلوا النينجا اه عندهم مشكلة في النينجا النينجا ما بقاش يعيش زي الاول فبيدوروا على النينجا النينجا دي حاجة موجودة في اليابان ما انا سبت زيوكو كده النينجا دي اللي احنا مش ده المسلسل بس نينجا وبتاع بس شوح بس شبح لا لا لأ لهم عندهم النينجا ده بجد بس العمر الافتراضي بتاع النينجا ما بقاش زي الاول فمن 2018 لغاية يومنا ده بيدوروا على النينجات برا بقى يستوردوا النينجات وهيدولوا 85000 دولار في الشهر انت ممكن تعمل نينجا عادي انا عامل شوح بس النينجا دي صعبة انا ايهاب بس نينجا انا اخد 2000 دولار وبشوح عادي عادي بس النينجا دي لأ النينجا دي بقى بيرمي النجمة وترجع له وبتاع ويطلع السيفين ويمشي عالحيط وبتاع مش عالفت ايهاب انت تعرف تعمل كده يو كان دوت يا ايهاب يو كان دوت جوني والله يتقدر اينا اشيائي فقط ايهاب ممكن تقلب مع اينا اشيائي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة